تحت عنوان دور الصحافة والإعلام في مواجهة الشائعات أقامت وكالة أنباء الشرق الأوسط ندوة لشرح أهمية دور الصحافة في الرد على تلك الشائعات ومدى خطورتها على تنمية المجتمع وذلك بحضور العديد من المتخصصين في مجال الإعلام والصحافة خطت مصر خطوات واسقة وانطلقت انطلاقة كبيرة في المشروعات القومية والمشروعات العملاقة واقع الاستقرار الذي تنعم به مصر عودة مصر لتبوء مكانتها الحقيقية والطبيعية بين الدول العالم كل هذه النجاحات أدت إلى أعداء أن أعداء مصر لقوا الآن إلى استخدام هذه الشائعات أكد الحضور أن الشائعات تؤثر كثيرا في الاقتصاد والروح المعنوية ولذلك فأن هذا الأمر يلقي مسئولية كبيرة على وسائل الإعلام ولابد أن تتصدى لمواجهتها كما أن على الدولة توفير جميع المعلومات لوسائل الإعلام حقيقة مش عايز يعني أعطي كل العب على أننا فقط مستهدفين لكن أنا أعتقد أننا لدينا قدر من التقصير هذا التقصير ناتج عن أننا لا نبث المعلومات الحقيقية بالسرعة الواجبة ويجعلنا دائما أسرى ردود الأفعال مهم جدا والسرعة أيضا توفير المعلومة الدقيقة من مصادر موسخة ده بيكون أساليب قوية للرد على الشائعات ولا ننتظر حتى تنتشر الشائع ويتصور المواطن أنها أصبحت حقيقة ومن هنا سرعة الرد على الشائع مهم تأتي هذه الندوة لتوضيح أهمية الدور التي تقوم به وسائل الإعلام والصحافة في الرد على الشائعات خاصة بعد إطلاق 21 ألف شائعة خلال ثلاثة أشهر الهدف منها عدم الاستقرار والتقليل من الإنجازات التي تقوم بها الدولة المصرية ترجمة نانسي قنقر